السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ورحبكم في حلقة جديدة نتكلم فيها عن أدعية جديدة لأصحاب الأياد العليا وإمام الأنبياء وسيد المرسلين صاحب اليد العليا يسأل الله سبحانه وتعالى العافية في المال سبحان الله هذه من الأدعية الجميلة العجيبة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر أنه قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح وهو يدعو بهذه الدعوات التي هي أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بيني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي طبعا لو يلاحظ المتابع والمستمع أن أغلب أدعية أصحاب الأياد العليا هي من الأوراد والأذكار اليومية التي قد لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حين منامه لا حين صباحه لا حين مسائه ما يدلل على أهمية هذا الأمر ودائما تأتي مقترنة بأشياء عظيمة أيضا أما بالكفر أما بالدعاء لحفظ الأهل أما بالدعاء لحفظ الدين فشيء عجيب جدا طبعا شاهدنا نحن من هذا الدعاء هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم العافية في المال مؤكدا تخصيصه بالذكر بعد تضمنه لعموم دعاء العافية الذي طلب صلوات ربي وسلام عليه في الدنيا والدين ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد تخصيص هذا المال يكثر من هذا الدعاء وهو أصلا في حاله كثير الدعاء لربه عز وجل كثير التضرع إلى الله سبحانه وتعالى كثير الاستخارة يعني لا يقدم على عمل حتى يدعو بدعاء الاستخارة وكان يعني في أبسط الأمور هو يستخير ويدعو الله عز وجل إلا أن هذه الدعوات لا يتركهن أبدا فورد في لفظة عن ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أي يترك حين يمسي أي إذا دخل وقت المساء وحين يصبح أي إذا أقبل وقت الصبح يعني لا يترك الدعاء بهذه الدعوات فهل أنت المستمع هل أنت المتابع هل أنت ممن يلتزم هذا الدعاء وهو من أدعية أصحاب الأياد العليا ولنتأمل بعض هذه الكلمات التي وردت في الدعاء مثلا حين يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية هنا العافية مقصود السلامة والنجاة ولما يقول اللهم إني أسألك العفو هنا المغفرة والمسامحة إذن العافية أن يكون هذا المال أن يكون هذه الأولاد أن تكون هذه الزوجات أن تكون سالمة معافية من الأذى من كل عيب أو نقص أن يحفظها الله سبحانه وتعالى أن ينميها أن يبارك فيها هذا المقصود هنا في سؤال العافية أما سؤال العفو والمغفرة والمسامحة لما قد يحدث من الخطأ في المعاملة مع هذه الأشياء فلما قال صلى الله عليه وسلم في ديني ودنيا يعني الدنيا والآخرة أما أهلي فطبعا هذا بالتأكيد سيشمل الزوجات والأولاد والقرابة من جهة الأم ومن جهة الأب ونصل إلى الشاهد الذي حقيقة أوردنا هذا الدعاء لأجله والدعاء عظيم بكل ما فيه وأعظمها سؤال العموم العافية في الدين والدنيا لماذا يخص ذكر المال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني العافية في مالي يسأل العافية أي أموالي وهنا مقصود فقط ليس المال الذي الإنسان يجمعه أو يكنزه أو يحفظه لا المقصود العافية حتى في العمل أن يوفق إلى عمل فيه عافية وهذا ما يسمى اليوم بالأعمال الذكية الأعمال الذكية التي كيف العافية أن يكون قليل الجهد كثير العائد كثير البركة أن يكون في نوع من الذكاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما في أحاديفه حتى في التجارة مع الله في الحسنات يعلمنا أشياء وأدعية جهدها قليل وأثرها عظيم وحسناتها كبيرة ويحثن عليها ويحثن على أبرك الأوقات وعلى دائما على أن نستغل المواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات ومنها هذا شهر المبارك شهر الدعاء شهر رمضان التي تضاعف به الأجور إلى عشرة أضعاف أو أكثر وبعض العلماء يقولون الصوم خلاص أنه لي وأنا أجزي به ما معروف جزاء الصوم إيش هو وهناك باب يدخل الصائمون وهو باب الريان إلى آخر شوف هذه الأشياء في هذه المواسم الفاضلة يتأكد فيها العمل الصالح ويستحب فيها الاكثار من الأعمال الصالحة والصدقات والقربات فقال وما في معنى ذلك من التجارة والبيع يعني أن الله سبحانه وتعالى يعافيها وينميها ويدلين على الأعمال التي فيها يعني حفظ لصحتي فيها حفظ لوقتي فيها حفظ لديني فهذه كلها من الأشياء التي عندما يدعو الإنسان يستحضر هذه المعاني بهذه الدعاء خصوصا أنه يديه صباحا ومساء وطبعا فيه كلمات وأدعية جميلة جدا شملها هذا الدعاء منها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي اللهم استر يحفظ عورتي أي يحفظها من كل ما يسوءني نشره من المعايب وقال وآمن روعاتي أي وطمئني وأمني من كل ما يخيفني ويسبب لي الفزع وكذلك من أدعيته صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجميل الذي لا ينبغي لمسلم أن يجهله صغيرا أو كبيرا ولا ينبغي المسلم أن يتركه ولا يردده صباحا أو مساء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أي احفظني من كل جهة يمكن أن يصيبني منها مكروه وأعوذ بعظمتك الله شوف يعني أي ألجأ وأحتمي بعظمتك وقوتك وقدرتك ما في أعظم من الله سبحانه وتعالى أن أغتال أن يخصف بي أو أهلك من تحتي وإنما بالغ في طبعا الخصف لا يشترط أن يكون منها تحت ولكن ذكرت تحديد الخصف من الهلاك من الجهة التحتية لشدة الفزع ولشدة البلاء والشر الذي يأتي منه صلى الله عليه وآله وسلم تحياتي لكم وألقاكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر